السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الحلوين النهاردة جايبا لكم وصفة من الآخر جوع آخر الليل من فينا في الشتاء وفي الجو ده مش عايز كل شوية يأكل حاجة هنعمل حاجة سهلة سريعة طعمها رزيز جدا تقدر تقولي عليها فطير شرقي سندوتشات سريعة ومش هنغبز ولا هنولع فورن ولا اي حاجة العجينة سهلة ومقدرها سهلة جدا جدا عندي نص كيلو دقيق تلات كبيات ونص ومعلقة من الملح ومعلقة من البيكنج بودر اعجنيهم بقى بسرعة على اديكي اعجنيهم في عجان حيسهل عليك الدنيا وحتزودي الميا شوية بشوية لحد ما هتكوني عجينة كده بتلزق شوية في اليد وهو ده المطلوب مش هتاخد معاكي اي وقت يعني هتقداري بعد العاشة كده وحسيتي قبل ما تنامي انك جعينة وعايز تاكلي حاجة طعمها حلو وحاجة بدل ما تطلبي بقى وتعملي حاجة صعبة لأ هنعمل العجينة دي سهلة جدا جدا وحتى ممكن بنوتك الصغيرة هي اللي تعملها العجينة تعجنت معايا زي ما انتو شايفين هجيب بقى طبق اي بايريكس او اي صنية عندك وحاخد كور كده مقدار الكورة من ستين جرام لخمسة وستين جرام علشان تطلع معاكي يعني فطيرة او سندويتش كده يعني حلوي كافي فرد النص كيلو حيعمل معانا بالزبط ست كور الحشوات بقى ابداعي بقى فيها زي ما انت عايزة عندك باسترمة عندك شوية كده تكونوا فاضلين مثلا محدش عايز يكلهم قطعيهم شريح صغيرة عندك ميكس جبن عندك زاتون فلفل الوان بصل اي حشوة انت حباها وبتفضليها وممكن تحطي كل ده مع بعض وتعملي بقى حاجة كنبلة يلا بينا كده نشوف هنفرد الفطيرة بتاعتنا ازاي بصوا الفطيرة اهم حاجة ريحنا الكور بتاعتنا دي نص ساعة مش اكتر بصين مش محتاجة بقى لا مردانة تفردي بيها ولا اي حاجة بقى ديكي بتلاقي العجينة لينة وطيعة وبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة شايفين انا حفردها بس بشكل مستطيل شوية وحقولك انا عايزها مستطيلة شوية ليه فردتها بالشكل ده لحد ما لاقي البورد كده اللي انا بفرد عليه يبقى كده ابتدى يظهر ويبان من العجينة بتاعتي فردتها بالشكل ده هجيب بسكينة او بقطعة البيتسا او اي حاجة عندك هفتح كده فيها فتحات من الجنب ده ومن الجنب ده واحط الحشوة بتاعتي فوق كده في اول الفطيرة بتاعتك اول واحدة حطيت عليها ميكس الجبن مع شوية بصرمة مع فلفل الوان مع اي حاجة عندك هتحطيها يعني شكيلي كده وبداعي وورينا بقى الجمال اكيد هتطلع احسن مني كمان هبتدي حتني الجنب ده على جنب زي ما انتو شايفين الصورة طبعا موضحة وانا بعمل في الفيديو وبتني كل جنب علشان دي حتكون طبقات الفطيرة معي يبقى الطبقات اللي هتبقى فوق قد بالزبط الطبقات اللي هتبقى تحت وحاسبها بقى الترتاح وحدهن وشها بالزيت وحرجعها تاني في سنية وحاسبها ترتاح حشان بعد كده هقولك هنسويها ونفردها فين وازاي يلا نعمل مع بعض واحدة كمان بصوا العجينة يعني هي ماشية لوحدها مجرد ما بضغط عليها ضغطة خفيفة كده باطراف صواباك بتتفرد معاكي وزي ما تكون هي عارفة انها عايزة تتعمل في طيرة بصوا قوام قطعت هنا 3-4 فتحات من هنا ومن هنا ودي بقى هنعملها بالسجوء والجبن الميكس حطيت برضو شوية فلفت الالوان وبرضو حاتني واحدة على واحدة وافرد ويقاتني الجزء اللي فيه الحشوة وبعد كده هلف عليها باقي العجيب بصوا ما فيش سهولة اكتر من كده والله يعني عملتها للولاد في وقت قياسي جدا لو مجاهزة طبعا حشوات عندك في التلاجة لو عندك لحمة مع الصجة لو عندك فراخة عملاها وفضل كده حتة محدش عايز يكلها حطيها مع شوية جبن يعني الحشوة دي زي ما قلتلك مجالها واسع كبير جدا عندي كده بقى طاصة هنا حدهنها كده دهنم بفرشة بالزيت وحفرد العجينة في الطاصة لان انتي لو فردتيها برا مش هتقداري اللي انتي ترفعيها وتحطيها في الطاصة وهي سخنة فحنفرد كده بالراحة وخلي بالك في المرحلة دي على اديكي الطاصة بتكون سخنة والزيت سخنة فإفردي كده من فوق حتلاقيها اتفردت معاكي خصوصا ان انتي ريحتيها كمان 10 دقايق كمان بصوا اول ما بيتغير لونها بتحسي الفطيرة ما بتاخدش اي وقت خالص في السوا وكمان بتطلع سوا الطاصة طريق جدا جدا الفطير معاكي ولزيز غير خبيز الفرن والوقت الكبير اللي بياخده الفرن بصي انا هنا فردتها وبعد كده حطتها لان طبعا الطاصة مقدرتش افرد فيها كانت سخنة جدا ففردتها في طبق تاني وبعدين نزلت بيها على الطاصة بصوا من نصف كيلو دقيق عملت ست فطير او ست سندة وتشايت سريعة طعمها خطير رحتها قلبة البيت كله بجد جربيها يلا وتشجعي وسدي جوعك اخر الليل وعارفين الشتاء وعارفين بيعمل فينا ايه فيلا كده قوام قوام بنصف كيلو دقيق قمي وتشجعي وعمليها وفرحي ولادك ولو اعجبكو الفيديو بقى ما تنسوش السابسكريب للقناة واللايك للفيديو وما تنسوش تفعلو الكل علشان يوصلكو كل جديد كانت معاكو رند علي وقتالي بالعربي باي باي